مصطفى الحمد تحطيم الحوض بالإضافة لكسور في الساقين كسور في الأضلع بعد ذلك انتقلت إلى تركيا لمتابعة العلاج لأنني فشل العمل العلاجي في سوريا أنا اسمي أمار وعملي 14 سنة انجحت على صف التاسع أنا هو مقيمة بتركيا بعد ما طلعت من سوريا بعد ما قشطفنا بشال أسد بباتنا إنه أدرس صحافة وأعلام لحتى أفضح بشال المجرم يلي أتنا نحن أطفال سوريا ببداية الأضراب كنت أحد ممن يلبون النداء للأمعاء الخاوية لعلها صرخة تسمع المظلوم ونحس إخوتنا في الداخل أننا موجودون ولم ننسى ثورتنا ولم ننسى شهداءنا عدد أفراد الحملة تنامى بشيء كبير وأصبح العدد 132 رجل وأمرأة نحن ما أضربنا حبا في الإضراب من أجل الموت نحن أضربنا لكي يسمع العالم أننا لازلنا على السورة وأننا مظلومون وأننا لا نريد شيء من الحياة سوى الحياة والحرية في مجتمع آمن أعمل من الصباح حتى العاشرة مساء طب أعطيني البديل إنسان جريح حرب وأبنته جريح حرب ويلزمني دواء ويلزمها دواء ليس لصراع من أجل البقاء كل العالم الغربي في كل المناطق إن شاء الله يسمعون أن في سوريا شعب حي يحب الحياة ويحب الحرية ولا يريد للغير إلا الخير ولا يحب إلا السلام من أجل السلام